جئنا إليك أبونا السماوي عيوننا الشاخصة إليك الله الآن يأمر جميع الناس ليتوبوا أفتح إناي عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني اعرف حاجة الشر لا يكسر بالشر لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بتهم المسيح ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي تمتع بالرحمة يا رب نأتي أمامك في هذه الليلة متضرعين أمامك إنك تشرق بنورك علينا في هذا المساء إنك تلتح لينا أبواب السماء يا رب دخلين محدرك وكلنا إيمان وسق النهاردة إنك عن يمين كل واحد فينا لسته ببعيد دخلين بدلة البنين عندنا كل السق وكل الإيمان في عمل رئيس الكهنة العظيم من أجلنا شخص ربنا يسوع المسيح اللي من خلال عمله صليبه بندخل إلى الأقداس سطيع النهاردة أن أقول مع عبدك لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع بدم يسوع يا رب أشكرك من أجل الأقداس المفتوحة لنا يا رب أشكرك من أجل عرش النعمة المتاح لكل حد فينا يا رب أشكرك لإني أؤمن إنها ليلة طيبة ليلة سماوية ليلة غير عادية يا رب ليلة فيها بتطلق المأصرين أحرار ليلة فيها بتحط إيدك على شعبك ليلة فيها بتطيب خواطر ليلة فيها بتشفي نفوس حذينة وقلوب مكسورة بتجبرها باسم الرب يسوع تعالى تعالى حط إيدك علينا في هذه الليلة تعالى حط إيدك علينا في هذا المساء إحنا في انتظارك يا رب إحنا في انتظارك يا رب عيوننا نحوك صلاتي إنك تجي تطراءة تطراءة في هذا المكان في هذه الليلة بقوة غير عادية لا يرى أي حد مننا لا يرى أي نفس لا يرى أي شخص لكن يرى يسوع بمجده يرى يسوع بجلاله في اسم الرب يسوع المسيح في اسم الرب يسوع المسيح الليلة نكرمك الليلة نعليك الليلة نقدم ليك ذبائح طليق بجلالك وطليق بشخصك يا سيد كل الأرض في اسم الرب يسوع هاللويا هاللويا ألمس شفتنا الليلة يا رب ألمس شفتنا فتخبر أفواهنا بتسبيحك رفعنا بالروح القدس من كل دواقر أرضية أدينا نحلق في دواقر السماويات علشان نقدر نعبودك ونسبحك الليلة بطلاقة في اسم الرب يسوع هاللويا أدينا نتملي بهذا الاسم العظيم اسم يسوع اسم يسوع اسم يسوع اسمك دهن مهراك اسمك دهن مهراك لذلك أحبتك العظارة اسمك برج حصين يرقد إليه الصديق ويتمنع عشان كده جايين في هذا المساء نعلي اسم يسوع جايين في هذا المساء نكسر أذخر الأطياب على قدميك يا سيد هاللويا 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 هلما تعالى بالروح القدس ليأتي مجدك ويملأ كل البيت ليأتي مجدك ويملأ كل المكان في اسم الرب يسوع هاللويا يسوع 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 يا جمالي لما يبقى طير مصر بلقى كل كمالي فيه يا جمالي يلي مش بتشوف سوادي شايد بس جمالي فعلي يا جمالي لما يبقى طير مصر بلقى كل كمالي فيه يا جمالي يلي مش بتشوف سوادي شايد تعالوا انت قسموا نقول مع بعض كده يسوع 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 اسمك عظيم يسوع يسوق يسوع 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 اشتركوا في القناة يسوء 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 وره تاني نفسه اقوله حط جيدك علي يا حبيبي بقوا حطي ايدك علي المسي اللمس الشديد يا حبيبي انا هو رفع ايدي بستقبل مسح جديد يا حبيبي بقوا حطي اينك علي المسي اللمس الشديد يا حبيبي انا هو رفع ايدي يا حبيبي بستقبل مسح جديد يسوء 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 لما نادى عليك برطناوس وصرخ وقالك يا يسوء ابني داود ارحمني شكرك لأنك وقفت لاجله شكرك لأنك اقتربت منه شكرك لأنك فتحت عينه بقوا بنادي عليك الليلة اقترب من كل حد فينا في هذه الليلة حط يدك على كل حد موجوع حط يدك على كل حد متضايق حط يدك على كل حد داخل وعلى كتاف وأحمال فقيلة محتاجين يدك الحانية الرائعة الشافية تتحط على كل حد فينا في هذه الليلة زيارة خاصة لاجتماعنا دليلة يا رب زيارة خاصة لهذا المكان تتراء بقوة غير عادية فيما بيننا في اسم الرب يسوع يتم المكتوب عادة رب يتراء في شلوه تعود وتتراء لكل المنيا النهاردة من خلال هذا الحدث وهذا الاجتماع في اسم الرب يسوع عيونة نحوك كلنا منتظرينك كلنا منتظرينك كلنا منتظرينك في اسم الرب يسوع في اسم الرب يسوع هاليلويا هاليلويا يا رب اسمع صلاتي اقبل واستجيب تعالوا زور حياتي املاها لهيب حتى عايزي قوله معايا يا رب اسمع صباتي اقبل واستجيب تعالوا زور حياتي املاها لهيب انا طلبي ان نشوف المجد املي ان نشوفك وحتى الاخر باب السد هلمسكت بظومك انا طلبي ان نشوف المجد املي ان نشوفك وحتى الاخر باب السد هلمسكت بظومك انا هالمسود شاور علي وقلو انت انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت طبيبي انت طبيبي انت اله عظيم انت اله معاك مفيش مستحيل تحيلي من مماتي انت اله عظيم انت اله معاك مفيش مستحيل تحيلي من مماتي انت اله انت اله انت اله انت يسوع الفدي انت واهي بالحياة انت لي يا طولك انت واهي بالحياة انت لي يا طولك وفي ايدك سروفي وفي ايدك سرو هو بيدي سلام انت بتدي سلام انت فيك الامان انت بتدي شكرك انت بحكو فيه انت بحكو فيه انت بحكو فيه أنا بس محتاج لسوطك حد يقوله كده أنا بس محتاج لسوطك أنا هدفي رضاك وخوفك أنا طلبي إن نشوف الماء أملي إن نشوفك وحتى الآخر ما بتسن هلمسه بسوبك أنا طلبي إن نشوف الماء أملي إن نشوفك وحتى الآخر ما بتسن هلمسه بسوبك أنا هلمسه بسوبك أنا هلمسه بسوبك عليلويا باركي يا نفس الرام باركي يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرام باركي يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه المتع وقول معايا الذي يخفر جميع ظنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يخفر جميع ظنوبك الذي يشفي كل أمراضك باركي يا نفس الرام باركي يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرام باركي يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الذي يمدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرقفة الذي يمدي من الحفرة حياتك ويكللك بالرحمة والرقفة باركي يا نفس الراف وكل ما في باطني ليبارك اسمه الخدوس باركي يا نفس الراف باركي يا نفس الراف وكل ما في باطني ليبارك اسمه الخدوس الذي يشبع بالخير عمرك صدق في الكلمة دي فيتجدد مثل النسل شبابك الذي يشبع بالخير عمرك قاللويا فيتجدد مثل النسل شبابك باركي يا نفس الراف باركي يا نفس الراف وكل ما في باطني ليبارك اسمه الخدوس باركي يا نفس الراف وكل ما في باطني ليبارك اسمه الخدوس ايوه يمكن كل الناس بتشتكي في هذه الايام من الغلاء بتشتكي من الاوضاع الصعبة يمكن كل الناس لسان حالهم زي الناس بتوع مزمور اربعة فيهم من الايام لما سألوا قالوا من يرينا خيرا من يرينا خيرا لكن انا النهار دا نفسي ارفع صوتي وعناي عليه وبركه وعليه وانا بقول مع دقود في مزمور 16 قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك نفسي اصرخ مرة تاني الكلمات دي وانا بقول كده في اسم الرب يسوع الذي يشبع بالخير عمرك حد مصدق الاعلان دا يكون ليه الليلة حتى لو الايام صعبة حتى لو الظروف صعبة اعلن وقول كده بالايمان النهاردة الذي يشبع بالخير عمري فيتجدد مثل النسر شبابي في اسم الرب يسوع احنا مقايصنا مختلفة احنا لينا اله حي احنا لينا اله عظيم احنا لينا اله يستطيع انه يغير الواقع ويغير المنظور نفسي اقول مرة تاني العدد دا بس نفسي اقوله وانا بعلنه بايمان وانا بعلنه بثقة قدام الظروف الصعبة قدام الاحتياجات قدام كل الامور اللي بنمر بيها في هذه الايام هعلن وهقول مرة تاني الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك حد يرفع ايده يقوله معي على حياته كده الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر مثل النسر شبابك حد ياخد رجليه يقفه هو بيبارك الرب ويقول الكلمات معانا في الوقت اللي جاي في اسم الرب يسوع مرة تاني الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك الذي يشبع بالخير عمرك أنا مسدق في اسم يسوع فيتجدد مثل النسر شبابك ورأة أخيرة كلنا مع بعض الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك بارك يا نفس الرام بارك يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرام بارك يا نفس الرام وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس الليلويا 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 نفسي تصغ في الكلمات دي حتى لو بتقول ازاي وحتى لو بتقول كيف في هذه الايام عايز اقول لك الهك استطيع ان يفرد يمينه فيشبع كل حي رضا يتساءل موسى في يوم من الايام ويقول للرب كده ستمائة الف ماشي في البرية من اين ستطعمهم لحما ايسبح لهم غنم وبقر ايجمع لهم كل سمك البحر فيرد عليها الرب ويقول له هذه الكلمات هل تقصر يد الرب وده سؤال الرب بيسأله للناس اللي دخلوا عمالة تتساءل وعمالة تقول ازاي وكيف الرب بيسألك النهاردة وبيقول لك هل تقصر يد الرب احد يرد عليه هل تقصر يد الرب الان ترى ايوا فيك كلامي ايوا فيك كلامي ام لا وعرف الرب يعملها وعرف الرب يطعم شعبه ويكرم شعبه ويشبع شعبه طول رحلتهم في البرية وانا عايزة اطمنك وقول لك هو هو الاله المكتوب عنه الله القديم ملجأ والازرع الابدية من تحت واللي اعلن عنه كاتب رسالة العبرانين قائلا يسوع المسيح هو هو امسا واليوم وإلى الابد لن يتغير ولن يتفاجأ بالظروف سدق انه ظروفك بين ايديه الليلة سدق انه كل حياتك بين ايده في اسم الرب يسوع مش هيقلق ومش بيخاف ومش بيطرب لكنه اله عظيم اله قدير يستطيع انه يصنع عجبا في حياتك عشان كده صرخ المرنم وقال هذه الكلمات اذا عدان في صحراء يفتح لي ينبوع في صحراء واذا اشتدت مجاعة يبعد خبز يبعد خبز واي الغراب الهي صخر الدهور لا ينعس لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور في النور زي الظلام انا نفسي تيجي النهاردة تجيب امورك وتجيب حياتك قدامه وانت بتقول معايا الكلمات دي في اسم الرب يسوع في الوقت اللي جاي امور الله عجيبة ما وعيده عجب العجاب يغير الاسباب ويسبب الاسباب امور الله عجيبة وعيده عجب العجاب يغير الاسباب ويسبب الاسباب اذا عداني في صحراب يفتح لي انبع في صحراب واذا اشتدت مجاعي بعد حب سوية الغراب إلهي صحر الظهور لا ينعسنا يفاب قدام الكل واضح من نور زي الصلاة ويسبب الاسباب والقدرة في يدوه ويناير 나�ن رغم القلم رغم القلم والضرر سلام الله عجيبة وإيمان وسط الخطر بالمر ربنايران رغم القلم والضرر ليعترب علي شاك في قلبه اشتركوا في القناة 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 اوه 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 انا هعمل كل اللي علي اثبت علي موقفي و مكاني وهنود ليلي من اغني تعلمي في ايماني انا هعمل كل اللي علي تثبت على موقفي ومكاني وعن أول ليلم وقومي يتعلم في الضيء وإيماني يمكن واحد يسأل ويقول ليه ما تطمن بالشكل دوت واللي مخليت مش خايف ومش قلقان مع أنه كل التوقعات اللي جاية وكل التوقعات العالمية والاقتصادية بتقول إن اللي جاي صعب بس أنا متطمن لإن اللي في المشهد يبقى أبويا لإن اللي في المشهد يبقى بابا تلعوا على سطح السفينة وفي عرض البحر دي قصة حصلت حقيقة بره الكتاب وبعدين وهم في قلب البحر هاجت الرياح عليهم رياح شديدة جدا 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 وكادت السفينة أن تغرق تادت كل الناس اللي يجري شمال واللي بيجري يمين واللي بيحاول يعمل أي حاجة علشان ينقذوا نفسهم أو ينقذوا السفينة ما حد واحد لقي طفل صغير كده قاعد كده على جنب وطمن وهادي في قلبه وسلام فقرب منه قال له يا ابن كل الناس مضعورة وكل الناس خايفة وكل الناس مضطاربة وانت قاعد كده مش خايف رد عليه الولد الصغير ده وقال له هذه الكلمات أصل اللي قائد السفينة يبقى حد يقولها معايا بسوط عالي قائد السفينة يبقى مين يبقى أبويا وطالما قائد السفينة يبقى أبويا أنا متطمن وأنا مش خايف أنا متطمن وأنا مش خايف أبدا لكن هقوله الكلمات دي في الوقت اللي جاي عصفورك غرّت في الغابة وفي الليل صحة لعود ورابابا عصفورك غرّت في الغابة وبالليل صحة لعود ورابابا صايد قلبي نغم ويكتابة لك يا ربّي لك يا ربّي لأنك بابا عصفورك غرّت في الغابة في الليل صحة لعود ورابابا عصفورك غرّت في الغابة وبالليل صحة لعود ورابابا صايد قلبي نغم ويكتابة لك يا ربّي لك يا ربّي لأنك بابا قلبي نغم ويكتابة 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 لك يا ربّي لك يا ربّي لأنك بابا قلبي نغم ويكتابة لك يا ربّي لأنك بابا قلبي نبيت عصفورك في مcrates قلبي نغم ويكتابة لك يا ربّي لأنك بابا قلبي نغم ويكتابة لأنك بابا صورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت صايد قلبي ندم وكتابة لك يا ربي لك يا ربي لك يا ربي لأنك بغرر في الشفاء بقول إنك تقضر وفي مرضي بغرر أطلق أكثر في الشفاء بقول إنك تقضر وفي مرضي بغرر أطلق أكثر مش فاهم ليه مش عايز أفهم مش فاهم ليه مش عايز أفهم يكفي نفهم إنك بابا عصفورة صورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت عصفورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت صايد قلبي ندم وكتابة لك يا ربي لك يا ربي لك يا ربي لك يا ربي لأنك بابا برتاح لما ترتاح فيه واتعب لما بخاف علي واتعب لما بخاف علي عصفورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت واتعب لما بخاف علي عصفورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت في الليل صح على عضو الوقت واتعب لما بخاف علي عصفورة صررة في الغابة في الليل صح على عضو الوقت واتعب لما بخاف علي لك يا ربي لأنك لأنك بابا اطلع النهاردة وانت بتواجه كل ظروفك وكل أمورك وكل تحدياتك وانت ماسك في الوعد ده انك ليك إله عظيم الإله ده يبقى أبويا يبقى أبويا عشان كده انا الرب مالين النهاردة بكلمات تشجيع لكل شعب الرب اطلع وانت منطمن تحطش عينك ولا نظرك ولا تفتح ودانك على الأخبار الخارجية لكن اسمع صوته اللي يعذيك واسمع صوته اللي يطمنك في هذه الأيام سأل المرنم سؤال أو الرب بيسأله وبيقوله كده لما قلك إيه اللي في إيدك ما تقولش يا ابني وليلين هشبع ألاف الناس وزيدك بقد إيه ترى بخمس أرغفة وسمكتين واسمع كمان الوعد همشي معاك وافضل سنيدك ملجأ وقوة ومعين واللي بتقول عليه أليل حد سمعني كويس يا شعب الرب ها قالوله خمس أرغفة وسمكتين ولكن ما هذا لمس لهؤلاء يعملوا ايه دول بالمنطق وبالعقل معملوش أي حاجة بس القليل ده تحط في إيد سيدك في يوم من الأيام فأشبع الألاف وأشبع الجموع الكثيرة زي ما قالت هاله في يوم من الأيام ليس لجاريتك إلا ملء كف من الدقيق ملء كف على قد الإيد مش بتقول على قد الإيد واللي جاي على قد لو رايح أنا عايز أطمنك وأقولك ما تخافش لو اللي عندك واللي بين إيديك على قد الإيد لأنه صرخ رجل الله وقال لها كده حي هو الرب إلهي الذي أنا واقف أمامه أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت وكوز الزيت لا ينقص لما أقولك مد إيدك على البحر يا ابني مدها أوعى تنظر لحجم إيدك بصغرها وبضعفها لما أقول معايا لما أقولك من إيديك عليها difficulty بهذا بصغرها وبضعفها لما قولك بدي ايدك عالبحر يبني مدها وعاد انظر لحجم ايدك بزدرها وبضعفها ايد القادرة مسكا ايدا قديها قوة وشدها ايد القادرة مسكا ايدا قديها قوة وشدها وين بقى ايد وحدة عظيمة تقمر بحر وتشقها لما قولك وعاد اسمت لنصنم اسمع كلامي وصل رسالتي وعاد اسمت وصل القسود هاجب سلامي لما قولك وعاد اسمت لنصنم اسمع كلامي وصل رسالتي وعاد اسمت وصل القسود هاجب سلامي هدد كرامة بين الملوك ينادوا باسمي ويهموك ويشهدوا بقدرة اموك يهوى القادر ملك الملوك لما جليطي وقف وصار والناس يقولوا مستحيل وقف ويقعلن انتصارا وعلن انتصارا وعلن انتصارا والناس يهو لنصارا vertices ويقولوا مستحيل وقف ويقعلن انتصارا وعلن انتصارا وعلن انتو في ايدك أسير أنا عارف إمكانياتك عارف إنك رعي صغير أنا عارف إمكانياتك عارف إنك رعي صغير لكن بقوة اقتضاري أنا هعمل بك المستحيل لما قولك اللي في قيل ما تقولش يا ابني وليل أبداً أشمع آلاف الناس وزيدك بخمس أرغفة عايز أسمع شعب الرب وحلو لما قولك اللي في قيل ما تقولش يا ابني وليل أشمع أشمع آلاف الناس وزيدك بخمس أرغفة وزمك ترين همشي معك وافضل سنيدك ملكة وقوة ومعيد همشي معك وافضل سنيدك ملكة وقوة ومعيد واللي بتقول عليه قليل واللي بتقول عليه قليل هشبعك بدون السنيين الليل تعالوا نيجي قدامه مرتان وإحنا بنقوله كلمنا في هذه الليلة منتظرين نسمع صوتك تعالوا نرفع قلوبنا وإحنا بنقوله منتظرين إعلان سماولينا في هذه الليلة يا رب في اسم الرب يسوع انت وحدك اللي عارف احتياجات شعبك وانت وحدك القادر أن تتنادل إلينا في هذه الليلة بقوة كلمتك أنا بصلي كلمتك النهاردة تعمل اختراقات جوا كل نفس موجودة في المكان في اسم الرب يسوع المسيح كلام حكمة وكلام علم تكلمنا بما على قلبك لنا في هذه الليلة يا سيد كل الأرض في اسم الرب يسوع لكل المجد أمين تجمعنا اليوم اللي بنيجمع فيه في الزمن التصوم الأربعين المقدس واللي بيعتبر هذا الزمن قمة السنة اللوتورجية قمة الاستعداد اللي كنينسة بترتبه لاستقبال عيد القيامة المجيد من خلال هذا الصوم الأربعيني اللي بنصومه على مثال صوم سيدنا يسوع المسيح خلونا نبدأ من إنجيل الكديس متى صحاحة 4 من العدد واحد واللي فيه كنيسة بترتب هذا النص في الأحاد الأولى من الصيام بعد الأحد كنوز نتكلمنا عن الصوم والصلاة والصدقة كنيسة بتوضح لينا ما معنى الصيام بعدين كنيسة بترتب لينا هذا النص اللي بتوضح فيه تجارب يسوع تجارب اللي مر بيها يسوع ما بعد المعمودية ما بعد المعمودية وبدء الرسالة العلنية للرب يسوع بيبدأ هذا المشهد اللي فيه بيتقدم يسوع للبرية ليجرب من إبليس ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس فمعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فام الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تظنم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضاً لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عالي جداً وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حين إذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكته قد جاءت فصارت تخدمه أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس يسوع يسوع بعد مشهد المعمودية اللي ما ينفعش نفصله عن هذا المشهد وبعد ما استفى في صفوف الخطأ ليعتمد من يحنة لكي يتم كل بر بيذهب إلى البرية البرية التي جرب فيها شعب الله شعب إسرائيل يسوع بيشابهنا في كل شيء ما خلال خطير يسوع بيخوض كل ما يخوضه كل إنسان ولكن لكي يعطينا النصرة على كل شيء فخليونا ما نسميش النص ده نص التجارب خلينا نسميه نص الانتصارات الانتصارات اللي بيديها يسوع كل اللي أخفق فيه شعب الله في البرية كل الاختبارات اللي شعب الله في البرية لم ينجح فيها يسوع النهاردة يكتاز هذا الأمر ويعطينا النصرة يسوع بيكتاز ليعطينا النصرة حتى الموت بموتي غلب الموت وعطانا القيامة حياتنا بديه وده اللي عمله يسوع النهاردة مع عدو الخير برية موضع ومكان التجربة لشعب الله لمدة أربعين سنة وإزاي اختبروا الجوع وعدب موسى انت أخرجتنا ما احنا كنا عند قدر اللحم نجلس ولا أكل انت أخرجتنا عشان تموتنا فالله أعطاهم المن والسلوى وعلشان كده يسوع بيستشهد من سفر التسنية صاح تمانية برده على عدو الخير وده اللي بيعلمه يسوع في سفر التسنية للشعب وان ليس بالخبز واحد وحايا الإنسان بل كل كلمة تخرج من فم الله اختبار الشعب في مارة وماريبة هنعطشانين هنموت من العطش وعطينا الماء وموسى بيسمع كلمة الله ويدرب الصخر ويد الشعب الماء وبيسمي المكان ده مرة وماريبة ازاي ان تخصموا الشعب معاه وازاي ان هو كان بيجرب الله خلونا نشوف الانتصارات اللي عملها يسوع النهاردة كي يعيد النصرة لكل شعب الله كي يؤكد النصرة ويؤكد امكانيتنا في النصرة على كل تجارب وكل شكاية عدو الخير علينا الله اعطنا النصرة خلينا نشوف الانتصارات التلاتة اللي مر بيهم يسوع وزاي هذه المحاربات التلاتة بتحارب كل واحد فينا باستمرار باستمرار تعرض التجربة التلاتة بنتعرض لهم باستمرار اول تجربة لما بعد ما صام يسوع اربعين يوم اربعين ليلة جاعة جاعة وقت الجوع وقت التعب وده الوقت المفضل دايما لعدو الخير الوقت اللي احنا فيه بنكون تعبانين الوقت اللي فيه بنمر بجوع بنمر بتعب مش التعب الجاسدي ولكن التعب والروحي الوقت ده الوقت المفضل لعدو الخير ان هو بيتجه به الانسان وقت التعب وبيطلب منه وبيقول له ان كنت ابن الله الكلمة دي هنوافع عندها كثير من نهار طب لان مشهد المعمودية انتهى بايه بحلول الروح الكدس على هيئة حمامة وصوت تنفتح السماء وصوت من السماء بيقول لهذا هو ابن الحبيب الذي به سرده فعدو الخير باسلوبه يقول له ان كنت انت ابن الله دي ما اعلن حول هذه الحجارة الى خبز استخدم سلطانك ده ورينا ولكن يسوع بيوضح امر كبير جدا ان ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فما الله شهوة الجسد شهوة الجسد شهوة الجسد هي صراع مستمر بنعيشه في كل لحظة صراع روحي مستمر بنعيشه في كل لحظة وده اللي عبر عنه كديس بوليس بطريقة جميلة خالص لو تسمحوا لي نشوفها مع بعض في رسالته لكنيسة غلطية الصح الخامس من عدد 16 بيقول انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقوم احدهم الاخر حتى لا تفعلون ما لا تريدون صراع قديس بوليس بيقول ان في صراع وسعد بنفعل تفعلون ما لا تريدون سعد بنضعف بنضعف صراع بعدين قديس بوليس بيوضح ايه هي عمال الجسد وهي عمال الروح وبعدين بيختم بآية جميلة خالص ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات ان كنا نعيش بالروح فلنسلك ايضا احساب الروح شهوة الجسد شهوة بتواجه كل انسان فينا وفي كل وقت ومحدش كبير على اغراءات وشهوات الجسد ما شهوات الجسد متعددة وكتيرة كون ان انا كس المصحاش اروح الصلاة اذهب الوداس دي شهوة جسد كون ان انا مش بعيش بالروح في كل امور حياتي ده تسلط الجسد اهتم فيما هو للجسد فشهوة الجسد شهوة صعبة لانها شهوة داخلنا في غرائزنا في جسدنا ولكن الخطأ يأتي من استخدام مفيش ربنا مش يعطينا حية وحشة ربنا عمره ما عطانا غريضة وحشة ولا خلق فينا شيء وحش الله بعد ما خلق الانسان رأى انه حسن جدا جدا ولكن استخدامنا الخاطئ استخدامنا الخاطئ اكتذبنا الخاطئ لكل شهوة جسد وده اللي قديس بولوس كمان بيعلمه اني اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم لازم نفهم ان احنا جسدنا اصبح بالمعمودية هيكل للروح الكدس هيكل للروح الكدس ان كان احد يفسد هيكل الله يفسده الله لان هيكل الله مقدس الذين انتم هو احنا كل واحد فينا هيكل الله فمع هذه الشهوة وهذه الحرب يسوع بيفتح علينا اني عشان تنتصر على هذه الشهوة لازم ترتبط بكلمة الله ان تجد شبعك الحقيقي في كلمة الله ومن هو كلمة الله يسوع فيكون شبعك شبعك الحقيقي في يسوع لاني الارتواء والشبع الحقيقي لو بندور عليه بعيد عن يسوع هنعمل زي السامرية نعطش ايضا نعطش ايضا لاني لو طلبنا الشبع بعيد عن يسوع مش هيكون شبع هيكون جوع باستمرار لانه فعلا هو الارتواء وهو الشبع في شخص يسوع المسيح الشبع الحقيقي في شخص يسوع المسيح لما بنشبع بيسوع زي ما بيقول سفر الامثال الآية الجميلة بتاعته النفس الشبعانة تدوس على العسم بس كمالة الآية صعبة خالص ساعتما بنعف عندي الحتة دي ما بنكملش الآية فامثال 27 سبعة والنفس الجائعة كل مر حلو يا ربي يعني لو انت يعان ممكن تاكل اي شيء حتى ولو مر بس لما انت جعان هيبى بالنسبة لك حلو هيبى كأنك بتاخد سم في العسل زي ما بيقولوا كده فعدم الشبع من كلمة الله عدم الشبع بيسوع بيؤدي للانسان ان هو فعلا بيشتهي كل مر البعد عن الله مؤلم مؤلم يسوع في انجيل الكديس لوكس ححا مستشعى لما بيدي مثل لابن الضال والابن الشاطر بعد بعده عن ابوه جاع جاع واشتهى ان يأكل خرنوب اكل الخنذير ولم يجده جاع البعد عن الله بيسبب هذا الجوع يسوع النهاردة بنصرته على عدو الخير اعطانا النصرة والقوة على اجسادنا بحلول روح الكدوس فينا اعطانا ازاي الكدرة ان فعلا احنا اللي نقود رغباتنا احنا اللي نقود حياتنا وعشان دايما نحاول ننتصر في هذا الصراع اللي بيحكي عنه كدس بوليس الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد الموضوع بسيط جدا كل ما انت هتهتم في ما هو للروح انتصارك للروح هيكون نتيجة لكن لو انت في يومك وفي حياتك لا تفعل اعمال تشبع بيها الروح فاكيد الجسد دايما هينتصر لما يومك ما يكونش في صلاة لما حياتك ما يكونش فيها غذاء من جسد الرب ودمه في الزبيحة الالهية لما بتكون مش بتغذي روحك بمبارسة الاسرار لما بتكون مفيش علاقة حية بينك وبين يسوع روحك هيضعف الروح هيضعف فدايما كل ما هو للجسد يقوى ننتبه من هذا الصراع لانه صراع مستمر زي ما كنت بقول في البداية لا يظن احد انه انتصر على شهوة الجسد مهما كان سنه ايه مهما كان قمت الروحية ايه مهما ولكن نصق في النصرة اللي عطهننا يسوع يسوع عطانا امكانية النصرة احنا اللي ساعات مش بنستغلها تجربة تانية وتجربة مهمة جدا وشائكة ثم اخذه ابليس الى المدينة المقدسة واوقفه على جناح الهيكل خده في الهيكل وكيد الناس زحمة دايما عند الهيكل واوقفه عند اعلى نقطة وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لانه مكتوب انه يوصي ملائكاتك بك فعلى ايديهم يحملونك لكي لا تصدم بحاجة الرجليك بيشتشهد بآيات المضمور بيشتشهد عدو الخير بكلمة الله يظهر كملاك من نور ما دايما الخدعة بتب خدعة عشان بيجي شكلها ايه كويس شكلها كويس فقال له يسوع مكتوب ايضا لا تجرب الرب الهك لا تجرب الشهوة التانية هنا شهوة الاما معدو الخير عايز يسوع يطيعه ويحقق مشهد فيه انتصار ذائف ورخيص لو شفنا المشهد ده اتكرر مع يسوع فين على الصليب ان كنت ابن الله الناس اللي ممرين كانوا بيستهدقوا بيه ان كنت ابن الله انزل على الصليب الناس بتقولوا ان كنت ابن الله انزل على الصليب بعدين الكتبة والشيوخ وراسا الكانا يقول له هو ابن الله وعرف يخلص نفسك انزلنا على الصليب احنا هنعايم ليه؟ هنقامن بيه لو ندر من العصريب احنا هنقامن بيه طيب ايه التجربة دي؟ تجربة الانا ليه؟ انا سميتها تجربة الانا لأن هنا يسوع لو قطاع عدو الخير هو بيكسر طاعته لمشيئة الله لمشيئة الاب هو هنا بيبحث عن المجد الشخصي المجد الشخصي ببحث عن الانا احيا لذاتي احيا لذاتي ودي حرب عدو الخير بيحاربها لنا واعتقد من اصعب الحروب الروحية حرب الزات والانا حرب صعبة جدا يعني اعتقد ان الاخر نفس في حياتنا هيكون صراع الانا والذات هنكون لسه بنعاني منه صراع صعب صراع صعب قديس بوليس عرف يكسب هذا الصراع لما بيقول في غلاطية 22 مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا احيا لا انا هو بيحيا للمسيح بيحيا للمسيح بيحيا لله انا حياتي مش لنفسي انا فقط لا انا حياتي لله حياتي لله ايه المشكلة في هذه الشهوة ايه المشكلة في هذه الخطية خطية الانا بتجعل من الانسان اناني لا يفكر الا في ذاته ولا يفكر الا في مجد ذاته ولا يفكر غير فيما يعود ليه هو ايه الا هيستفاده هم بيفكرش غير في نفسه بيحيا لنفسه وللأسف اني اللي بيحيا لنفسه عمره ما هيكون يحيا يحيا لله وللاخرين ابدا انه بيفكر في نفسه اللي هيخسر نفسه عشاني هيعمل ايه هيجدها واللي هو دي دور على نفسه هيحصل له ايه هيخسرها وده كلام يسوع فكرة النجاح الزائف فكرة تحقيق الرغبات الشخصية انا عايزة احقق افكاري انا طمحاتي انا رغباتي انا وحتى ولو كانت تتعارض مع وصايا الله وتعليم الله وما شئته فانا باطلب المجد لذاتي مش باطلب المجد لله لازم نفهم امر هام اني حتى حياتنا مش ملكنا حتى حياتنا مش ملكنا حياتنا هي عطية من الله واحنا وكلاء على هذه الحياة يعني ما ينفعش اولدي حياتي وانا حر انا اعمل اللي انا عايزه حياتنا هي عطية من الله واحنا مطلبين ان نحيا حياتنا في الارض من اجل الله مطلبين اني نقدم حياتنا زي ما اخدناها منه ازاي كمان نرجح حاله والرجح حاله بصمر والرجح حاله بربح زي مثل الوزنات نرجح حياتنا نربحها فيها ونرجحها بالربح بتاعها نرجحها بالربح علشان كده يسوع بيرد رد وبيقول له مكتوب برضو لا تجرب الرب الهك يعني ايه تجرب الرب الهي مش واثق في ربنا انا مش واثق ما عنديش الايمان في عمل الله فانا بجربه زي ما كنا بنتكلم اني زي دي تجربة الشعب شعب الله كان لسه ربنا عطيهم المن والسلوى تاني اصحح على طول في سفر خروج رح وعدشو جال المسافية انت هتموتنا مفكروش ان الله شوف اللي ستعمل معنا ايه طيب ايه علاقة دوة بالانانية والكبرياء ان الانسان اللي بيحيا من اجل ذاته بيحيا هذا الكبرياء هو بيشعر انه مش في حاجة الى الله مش في حاجة الى الله لا يحيا كمسكين الروح طوبى المسكين بالروح فقراء بالروح مين مسكين الروح فقر الروح لو دايما يشعر ان انا يا رب محتاج اليك دايما انا في حاجة اليك انا حياتي من غيرك ملهاش معنى مش هينفع تكون حياتي من غيرك انا محتاج اليك دايما يا رب انا محتاج اليك هذا الانسان الذي يجرب الرب اله هو يحيا لذاته هو مش دايما مش في حاجة الى الله هو ما اعتقد ان هو يستطيع ان يكون حياته يستطيع ان يكون مرجع لذاته وخلي بالكم دي الخطية الاولى والاساسية للانسان الاول ادم والانسان الاولى حوال هو كانت ايه المشكلة بتاعت ادم وحوال وايه الدخل اللي عدو الخير دخل بيها ليهم اني خلي بالكم ربنا بيضحك عليكم انتو عارفين لي مش عايزكوا تاكلوا من الشجرة دي لاني لما انتو هتاكلوا منها هتنفتح يونكم وهتصيران قال الله هتبقوا زي هتبقوا زيك زيه وليه سفر التكوين بيسميها شجرة معرفة الخير والشر ليه هل فيه صامرة اسمها الخير والشر لا ليه الشجرة دي سميت بهذا الاسم بمعنى اني هصبح انا اللي بحدد لنفسي ايه هو الخير وايه هو الشر هصبح انا اللي بحدد لنفسي ايه هو الخير وايه هو الشر هصبح انا مرجع ذاتي هصبح انا مرجع نفسي لا أطيع الله كسر الوصية آدم حوى كسر الطاعة إلى الله كسر الوصية كسر الوصية في يسوع بينتصر في هذه التجربة ويقول له عدو الخير لا تجرب الرب إلهك تجربة الثالثة ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حنائس قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد شهوة التسلط والامتلاك شهوة التسلط والامتلاك حب الامتلاك حب الامتلاك والتسلط عمري مكان الله يريد الإنسان أن يحيا بدون بركة وخير وأمور مادية متزنة جميلة أبداً ولكن المشكلة أني هذه الخدعة اللي بيعملها عدو الخير معانا بتحولنا عديد للأشياء مش بتجعلنا بنامتلك أشياء ولكن بتجعلنا عديد للأشياء اللي بنامتلكها ليصبح كل كلبنا وتفكيرنا في الأمور المادية اللي احنا عايزين يمتلكها وللأسف مش هينفع نحيا لله وإحنا بنحيا لهذا المنطق لا يستطيع الإنسان أن يغدم سيدين لله للمال لله للمال مش هينفع تعيش بتغدم الله وبتحب الله وانت قلبك في الأمور المادية فقط لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا هل شهوة قلبك هل كنز قلبك فيما تمتلك من أمور مادية عدو الخير بيقول لي يسوح هاديك كل الممالك دي بتسجد لي زجد يعني اغضع هل فيه أمور في حياتك بتخليك تغضع تغضع تزجد تزجد لها للأسف أيوه للأسف أيوه حتى لو مش بنعمل بالحرف ان احنا بنزجد لكن فيه أمور يعني أنا آسف في الكلمة زلانة فيه أمور بنشعر بالخزي أمامها بنشعر بالضعف تتملكنا تتملكنا تتسلط علينا يسوع النهاردة بيقول اني مفيش حد يتسلط عليك غير إلهك يمتلكك إلهك والله مش بيمتلكنا بحب التملك السلبي ولكن يصبح هو الملك يصبح هو الملك في حياتي يصبح هو صاحب الكلمة في حياتي الله هو ليه كلمة المشكلة أبدا ما كانت في امتلاك المال أو الأمور المادية ولكن هل الأمور دي انت بتقدر تحيا معها بتخلي بتخلي لأن ممكن يكون المال وكل أمر مد معاك هو في خدمة الله هو في خدمة الله فإبا انت اللي متملك على هذه الأمور ومش الأمور دي هي اللي متملك متملكة منك وبتتحكم فيك فيسوع بيطلب مننا ان تكون قلوبنا خاضعة وساجدة لله حياتنا يا رب خاضعة ليك مش خاضعة لأي شيء تاني الشاب الغني كان بيمر بنفس المشكلة شاب طاقي جدا يحفظ الوصائل منذ الصغر ولكن يسوع بيطلب منه طلب حسن هو مستحيل يقول كل مالك تعالى اتبعني مضى حزينا لأنه كان زمال كسير هل يسوع كان بيقصد الفلوس في حد ذاتها يعني خالص خالص ولكن هذا الشاب كانت يغضع لشهوة الامتلاك هذه الامور كانت تتسلط عليه تتسلط عليه خلي بالكم شهوة حب التملك شهوة صعبة جدا لأن الانسان اللي هو دايما عنده حب الامتلاك حب الامتلاك هو بيبى في دايرة مفرغة لأنه ما بيشبعش أبدا أي حاجة حديثة بتنزل أي موبايل حديث بينزل حتى لو موبايله كويس هو عايز الأحدث شاف فلانا جابت إيه إحنا عايزين نجيب زيه فلانا حتى ولو إحنا مش في احتياج بس هي أحسن مني في إيه أنا عايز زي ما هي عملت أنا عمل زي ما فلاندا عنده ساعة بالشكل ده أنا هشتري زي ما عنده عربية أنا هعايز برضو ما بيشبعش هو عايز يمتلك 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 حب الامتلاك بيخلي الإنسان في احتياج على طول شعور باحتياج دايما حتى ولو عنده حاجات كتير بس هو لا يشعر بالشبع أبدا هو عايز أكتر وأكتر 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 هذه الأمور متملكة هي حياته هي الأمور اللي بيسجد ليها وبيغضع عليها الإنسان اللي بيتبع الله لازم يكون إنسان متحرر يتحرر من كل الأمور اللي هي تسقله ما تخليش أمور تتسلط عليك وتسقلك أبدا يسوع بيعطي الحرية يسوع بانتصاره على شهوة الجسد وشهوة الأنا وشهوة التسلط والامتلاك بيعطينا هذه النصرة والغلبة والكوة يسوع بيدينا الإمكانية إن ما فيش أمر يتسلط علينا ويهزمنا أرجوكم مع بدايات الصوم الأربعيني المقدس هي مسيرة انتصار ما هي الصوم هنا بيديني دفع للروح حتى أحيا بالروح لا أهتم فيما للجسد مسيرة انتصار لكل إنسان يسوع بيوجه رسالة النهاردة لكل إنسان هو حاسس بأنه مهزوم لكل إنسان حاسس أنه عدو الخير منتصر عليه في كل هذه الشهوات يسوع بيدي رسالة لكل إنسان حاسس أنه ما فيش فايدة لكل الخطايا اللي أنا بمر بها دي أنا كل ما بتوب ما برجع تاني لكن يسوع بيقولي النهاردة أنا أعطيك الكدرة والغلبة أعطيك النصرة يسوع النهاردة بانتصاره على العدو الخير أعطانا نصرة أعطانا كوة وأعطانا مثل النحية ضد هذه الشهوات بتلت أمور جمال خالص بنسميها المشورات الإنجلية الفقر والعفة والطاعة ودي نظور بينظرها كل إنسان بيدخل الرهبنة في كنستنا أنا ما بيبراهب بيطلب منه إن هو يعيش الفقر والعفة والطاعة ضد الشهوات إبليس اللي بيقدمها النهاردة بيعيش الفقر ضد الامتلاك بيعيش العفة ضد شهوة الجسد بيعيش الطاعة ضد شهوة الأنا والكبرياء فيسوع بيدينا النهاردة وبيطلب مننا النحية مع بداية الصوم نسعى لاكتساب المشورات الإنجلية التلاتة الفقر التخلي لا أمر يتصلت علي العفة زي إن أنا عيش العفة في كل حياتي يكون جسدي هيكل الله وروح الله يسكن فيي الطاعة إن أنا كون بتخلى عن زيتي وكبريائي وأحيا أطيع مشيئة الله أحيا إن أنا أطيع مشيئة الله ربنا يدينا هذه النعم في حياتنا ويدينا الكوة يدينا كوة فعلا روح الكدوس إن نحيا حياة الانتصار بشفاعة أمر العضرة مريم وكل الكدسين أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى بحبي كالعاجي بحبي كالعاجي ألهب قلبي فأشبع قلبك بصدق حبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر afshim ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر KolayDet اشتركوا في القناة 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 يسوع انت قائدنا يسوع البار نبعي رجانا باستمرار انت قائدنا يسوع البار نبعي رجانا باستمرار من ايه نرهاب او نحطا واحنا في دمك محبين خلبي احنا بيه خلبي احنا جيوش المدين خلبي احنا بيه خلبي مش ممكن مش ممكن تقدر عليه حال الان لينا اي سعى وسنعبرين اي سعى وسنعبرين اي سعى وسنعبرين اي سعى موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 قطر أغنيك قطر أغنيك قطر أغنيك قطر أغنيك قولها جايب للطار لن خايف من شين كان ولا من مخلوق مهما كان ولا محتك شئ من إنسان تكفي عنه حيون هو الرب إله إلا أنا وعيش خدامه حيون هو الرب إله إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوب أشهد يسوع المحبوب وتشارف ألاه حيون هو الرب إله إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه أنا شايف أخر المشوار جاي الفجر وجاي ينهار أنا شايف أخر المشوار جاي الفجر وجاي ينهار والحد الشر ما ينهار أنا هرفع أعلامه حيون هو الرب إله إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون هو الرب إله إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون هو الرب إلا أنا وعيش خدامه حيون هو الرب إلا أنا وعيش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون سيد المالك إلا أنا عايش خدامه حيون هو الرب إلا أنا وعيش خدامه حيون هو الرب إلا أنا وعيش خدامه انا واقف مستني وعود امين انا واقف مستني وعود تاني تاني انا واقف مستني وعود تتحق اول مكتيعود ونوقف كده صفن بالعود ونعلم انهامه حي هو الرب اللي انا واقف قدامه حي هو سيد المال اللي انا عايش قدامه حي هو الرب اله اللي انا واقف قدامه حي هو سيد المال اللي انا عايش قدامه حي هو الرب اللي انا واقف قدامه حي هو سيد المال تاني قول حين هو الرب حين هو الرب لا إلا نوائف قدامه حين سيد الملك إلا نعيش هتامه أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوم أنا عاكف على المكتوب ضد الطيار المقلوم مشهد ليسوع المحبوب وتشارك قدامه حين هو الرب إلا نواف خدامه حيو السيد المالك إلا نعايش خدامه يسوع حيل هو الرب إلا نواف خدامه حيو السيد المالك إلا نعايش خدامه ونادي وأقول قدس قدس يسوع ربي لا إله قدس أنادي وأقول قدس قدس يسوع ربي ده إله قدس مصطاحب وحدك تاخد المجددك مصطاحب عالكرسي العالي يسوع ربي يا حبيب قلبي يسوع ربي يا حبيب قلبي مصطاحب وحدك تاخد المجددك مصطاحب يا عمّا نوئيل مرتفع علي مصطاحب وحدك تاخد المجددك مصطاحب وحدك تاخد المجددك يا يسوع ربي يا حبيب قلبي حبيب قلبي مصطاحب وحدك تاخد المجددك مصطاحب وحدك تاخد المجددك مصطاحب وحدك تاخد المجددك زنا في أيامنا وَاهْفِرْ لَنَا زِنُوبَنَا كَمَالَ حَمُولُ لِغَيْرِنَا لَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَا بل نكدنا من الشر لأن لك الملكة والقوة والمكدام من الأزاء وإلى الأباء أمين يبركنا جميعا السلوس الأقدس الله الآب والابن والروح القدس امضوا بالسلام وسلام الرب يكون معكم جئنا إليك أبون السماوي عيوننا الشاخصة إليك الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا أفتح حناية عشان أشوف إلي عملته على الصليبة عشاني أعرف حاجة الشر لا يكسر بالشر لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بتهم المسيح ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي تمتع بالرحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر